للرئيس عبد الفتح سيسي في عام 2014 لمهني عند السيد الرئيس أمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء السعودي له مواقفه التي لا تتزعزع واللي عبر عنها قبل كده أكتر من نعرف أكثر من زيارة كون في تباين في وجهة نظر أو غير وهذا أمر طبيعي ولكن الثوابت الأساسية في توافق مصري سعودي والنهاردة أو مبارح يمكن الأمير محمد بن سلمان تحدث عن موقف المملكة من القضية الفلسطينية وقال إن ما فيش تطبيع مع اسرائيل إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو ذاته الموقف الذي تقوله مصر وده بيرد على كثير من الإدعاءات والأكاذيب التي يسوقها البعض بقصد النيل من المملكة النهاردة المملكة لما تقرر زي مع السيد الرئيس الوزراء خمس مليارات دولار بتقررها كاستثمارات في مصر وإن القطاع الخاص السعودي حيدخل الاستثمار وعلى الفكرة في مجلس رجال أعمال مصري السعودي دائما موجود أعتقد أنه ده مهم جدا ومؤشر مهم على استمرار الاستثمارات السعودية على أرض مصر كمان اتكلم رئيس الوزراء عن زيارة الرئيس الألماني في الأيام الماضية وقال إنه حصل حديث ما بين المسؤولين المصريين والمسؤولين الألمان عن مشروعات كبيرة حتم هنا في مصر وإنه حيث فيه توسعات كمان للمشروعات اللي موجودة حاليا وتكلم برضو رئيس الوزراء عن إن اللجنة العليا المصرية الكويتية ناقشت مؤخرا تفعيل استثمارات كويتية في مصر في الفترة المقبلة كلام ده كلام مهم جدا إنه يبقى عندينا عناصر تكذب الاستثمار إنه يبقى عندينا وزير استثمار الحياة واعي وفاهم لأهمية المستثمر المحلي والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي ده برضو مؤشر كويس أول الناس دي لما بدأت تحس إنه فيه جدية وتحس فيه تهيئة المناخ وأنا كلمتكم عن التسليلات الضربية الأخيرة اللي تمت ودي حافظ من حافظ الاستثمار ده هو اللي بيجيب المستثمر اهتموا بالمستثمر المحلي يأتي المستثمر العربي والأجنبي ده اللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع وده اللي يتكلم عليه السيد رئيس وزارة فيما يتعلق بالاستثمار السعودي أو الاستثمار الكويتي أو حتى المستثمرين الأجانب زي الألمان بالنسبة لقضية الغاز اللي دايما برضو حوليها شاعات كلم رئيس وزارة قال إنه حيعود إنتاجنا من الغاز من حقل ظهر بنفس المعدلات اللي كانت موجودة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي تمت في نهاية الفترة الماضية وده برضو مؤشر كويس قوي لإن حقل ظهر كان بيغطي كثير من احتياجات السوق المصري احنا عندينا بنطلع حوالي تلتين دلوقتي وبنستورد التلت من برا عودة حقل ظهر وده عشان كده بنقول يا جماعة إن الصبر بالتأكيد حيوصلنا للنتائج كويسة ودايما التسرع في إلقاء يعني الاتهامات ونشر الشاعات الأكاذيب ده بيودع لنا كلنا بنتائج سلبية وبيودع الاستثمار بنتائج سلبية قضية الأدوية برضو من القضايا المهمة للناس بتكلم فيها رئيس وزراء قال إن هناك انفراجة حتم في توفر نوعيات من الأدوية وإن احنا حنوفر حوالي تسعين في المئة من الأدوية ده كويس قوي وقال إن الحقيقة سوء الفترة لفتت الناس عانت كتير جدا وقال إن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لعادة تطوير كثير من خطوط الانتاج في الشركة القبضة للأدوية جينا كمان لمشكلة طماطم طماطم وصدت يا جماعة 30 جنيه ماذا كان رد رئيس الوزراء بحيث وملأنا الصحفيين نحية والإعلامين اللي قدموا أسئلة جريئة للسيد رئيس الوزراء قال رئيس الوزراء إن فيه كميات كبيرة من الانتاجية محصول طماطم تدررت تدررت بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة وده تسبب في قلة المعروض في السوق حاليا وبالتالي حصل ارتفاع في الأسعار ولكن قريبا حيكون هناك كما قال رئيس الوزراء ضخل المنتج خلال نصف شهر أكتوبر مع دخول العروات الجديدة يعني خلال نصف شهر أكتوبر إن شاء الله للاقي الطماطم نزلت بدل السعر المتهب الآن تلاتين جنيه زي بتعملي أنت عارفين بيض مثلا ما بتوصل البتاع دي لحوالي مئة وتسعين جنيه عارفين البتاع الوحدة بيكسر فيها التاجر خمسين جنيه ليه يا جماعة عشان ايه يعني انت بتاخدها من المزارع بسعر وبهالي أنا بزيادة خمسين جنيه منفعش لازم فيه إجراءات في مواجهة الناس دي أيضا رئيس الوزراء تكلم على إنه مجلس الوزراء وافع على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم خمس تلاف لسنة عشرين تاتة عشرين اللي هو الخاص بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية لمدة مماثلة كويس القرار كان قبل كده لو فكرين نص على سبع سلع من المنتجات الاستراتيجية الحاجة الأساسية يعني الرز سكر زيت الخليط الفول الجبن الأبيض الألبان الماكرونا وكمان يعني حذر حبس تلك السلع عن التداول يعني ما تعودش تحطها ولا تخفيها لازم تطرح للبيع والامتناء عن بيحها أو بأي صورة أخرى يعرض الشخص بالتأكيد للعقوبات الحقيقة كمان كانت عندينا قضية أنبوبة الغاز تعرفين أنبوبة الغاز تفعت خمسين جنيه والارتفاع ده طبعا تسبب يمكن حديث الناس عن أسعار أنبوبة البتجاز ليه غلية ليه خمسين جنيه السؤال ده تطرح على سيد رئيس الوزراء وتكلم هو أدي إجابة محددة حاولها لكم بعد ما ناخد فاصل ثم نعود